اهلا بيكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا وبيظهر البطل بيتر وهو بيحكي عما دينته اللي هو عايش فيها وازاي الناس فيها بيستخدموا السحر وبنعرف كمان ان بيتر يتيم وعايش مع جندي سابق في الجيش واسمه فيلتا واللي كان بيحاول ان هو يدرب بيتر على انه يكون جندي شجاع زيه في يوم من الايام بيدي له فيلتا عملة معدنية علشان يشتري لهم اكل من السوق وبينزل فعلا بيتر ولكنه لما بيوصل للسوق بيلاقي الخيمة كده شكلها غريب جدا بيستقرب اكتر لما بيلاقي الخيمة متعلق عليها ورقة ومكتوب عليها ان لو بتفكر في اي حاجة فاكيد ايجابتها عندنا بيتشوق بيتر اكتر وبيدخل للخيمة وبيلاقي بيتر ساحرة جوة الخيمة دي لما بيقرب منها بيتر بتقوله ان اي سؤال يسأله هيدفع مقابله عملة وبيكون بيتر في حيرة انه هو يدي لها عملة فيلتا ويسألها او انه يشتري الاكل زي ما طلب منه فيلتا بيقرر بيتر ان هو يديها العملة دي فبتمسك الساحرة ايده وبتقوله ان اخته لسه عيشة وانها ما متيتش زي ما كان هو معتقد فبيستقرب جدا من كلامها ولما سألها ازاي يوصلها قالت له انه لازم يمشي ورا الفئلة ولكنه ما بيكونش فهم قصدها بالذات ان المدينة كلها ما فيهاش فيها في الواحد اصلا فبتقوله الساحرة ان هي كده خلصت كل اللي عندها بيرجع بيرجع بيتر لفيلتا وبيحكيله اللي حصل بيتداي منه لانه ادى الفلوس للساحرة وماشتراش الاكل اللي هيكلوه في اليوم ده ولكن بيتر بيقوله انه اهم حاجة عنده دلوقتي انه يوصل لأخته بننتقل بقى بالاحداث لمسرح كبير بنشوف ساحر وهو بيحاول يبهر الجمهور بسحره ولكنه بيفشل وساعتها بيطلب ان حد من الجمهور يطلع عشان يساعده في اخر حركة سحر هيعملها وفعلت بتطلع واحدة من الجمهور تساعده وبيستخدم الساحر تعويزة حقيقية علشان يقدر يبهر الجمهور ولكن فجأة بيقع فيل من السقف على الست اللي كانت على المسرح في تاني يوم بيشوف بيتر ليو وبيحكيله انه وقرى في الجرايط خبر عن الفيل اللي وقع من السماء وبيروح ليو بعدها لقصر ملكة المدينة وبيسألهم هيعملوا ايه مع الفيل ده فبيقولولوا انه هيتدوه لان الافيال خطر عليهم فبيقولهم ليو ان الافيال مش خطر ولا حاجة ولكنهم لما بيلاقيهم مصممين على رأيهم بيقرر ليو انه هو يبعى الجواب للملك وبيطلب منه انه هو يزور المدينة بنفسه بيقاف الملك على زيارة المدينة وفعلت بيتجمع كل اهل المدينة علشان يستقبلوا الملك وكمان يشوفوا الفيل ده وبيكون بيتر واحد منهم بيكون الفيل متعصب بسبب انه هم ربطينه بالسلاسل وبيفضل يتحرك في كل مكان ساعتها بتطلب منهم زعيمة المدينة انه هم يقتلوا ولكن بييجي بيتر وبيقف قدامهم وبيمنحهم بيفضل الفيل يشاور على جردل كده فيه مية فبييجي بيتر وبيقربوا ليه وبيفضل الفيل يخسل جسمه من الرسومات اللي رسموها عليه بيطلب بيتر كمان من زعيمة المدينة انه هم ما يقتلوش الفيل لانه هو محتاجه علشان يعرف مكان اخته زي ما قالت السحرة بالزبط وهنا بتقوله انه هم لازم يتخلصوا منه علشان هو خطر عليهم بيتدخل الملك وبيقول ان بيتر بيطلب حاجة مستحيلة وعلشان كده هيتطلبوا منه 3 طلبات لو قدر انه هو يعملهم هيتدولوا الفيل زي ما طلب وبيوفي بيتر فعلا على اقتراح الملك وبالليل بيروح بيتر لليو علشان يعني يدربوا ازاي يستخدم السيف في القتال علشان يكون جاهز طبعا للتحديات اللي هيدخلها زي ما اتفى مع الملك وبعد ما بيخلصوا التدريبات بيدخل ليو ويتكلم مع امراته وبيكونوا متأثرين بحياة بيتر اللي فقط كل عيلته وبالذات ان هما كمان مش بيخلفوا اولاد بنروح لبنت صغيرة كده اسمها ادل وبتكون نايمة وتحلم ان فيه فيل كبير معاها فبتصحى من الخوف طبعا وبتجري على المربية بتاعتها وبتحكي لها عن الحلب فبتقول لها ان الافيال بتحلم هي كمان وان اكيد كان فيه فيل معين بيفكر فيها في نفس الوقت وكمان بتقول لها ان المدينة هيكون فيها عرض افيال تاني يوم وان هما ممكن يروحوا ويتفرجوا عليه مع بعض بنروح لبيتر اللي بيتكلم مع الفيل وبيقول له ان هو مش هيقدر يغلب الفارس اللي هيقابله في التحدي الاول وان هو عاوزه يقول له على مكان اخته علشان ما يدخلش في اي تحديات ولكن الفيل طبعا ما بيكونش فاهم اي حاجة من اللي بيقولها بيتر ولكنه بيحس ان بيتر ده شخص طيب فبيدي له تفاحة من اللي كانت قدامه وساعتها بيفقد بيتر الامل وما بيكونش قدامه غير انه يدخل التحديات اللي قاله عليها الملك وفي تاني يوم بيشوف بيتر الفارس اللي هيبرزه ولكنه بيكون قوي وضخم جدا بيخاف بيتر طبعا من شكله وبيطلع يجري برا الاصر ولكن الملك بيأمر الفارس انه هو يطارد بيتر وفعلا بيبدأ الفارس انه هو يجري ورا بيتر لحد ما بيوصله للسوق هناك بياخد بيتر سمكة كبيرة وبيقع في المية وساعتها بيفتكر كلام فيلتا عن الفارس ده واللي كان يعرفه لانه اشترك معاه قبل كده في حروب كتيرة وبيفتكر كمان ان الفارس ده بيحب كتاب معين لانه كان بيفكره بالوطن بتاعه فبيجري بيتر وبيجيب الكتاب وبيفضل يوريه للفارس اللي ما بيشوفش الكتاب في اول مرة وبيحاول انه هو يقتل بيتر ولكنه في المرة التانية بيشوف الكتاب وبيضعف الفارس قدام بيتر وبيستسلم قدامه كمان وبيكون بيتر طبعا كسب كده التحدي الاول بيروح بيتر للملك وبيقوله انه هو قدر يكسب اقوى فارس عنده بزكاؤه لنتحدي التاني انه يطير قدام كل اهل المدينة في اليوم اللي بعده لما بيقوله بيتر انه ده مستحيل فبيقوله الملك انه فكرة التحديات اصلا انها يكون مستحيلة في نفس الوقت بنشوف ادل Healthcare والمربية بتاعتها وهما بيوصلوا للمدينة وبتكون اول مرة ادل تشوف المدينة وكمان بتشوف فيلتا وهو قاعد بيفتكر الليلة اللي لقى فيها بيتر وان اليوم ده كان في حرب قوية جدا وانفجارات في كل مكان في المدينة وانه هو دخل البيت في المدينة ولقى هناك مربية ومعاها طفل صغير وبنت رضيعة لما سألها عن أهلها قالت له أن أهلهم ماتوا ولما طلبت منه أنه يخد الطفل الرضيعة دي رفض لأنه هم في حرب ومش هيقدر أنه يتعامل مع البنت الرضيعة وبيقترح عليها أنه هو يخد الطفل الصغير وأن الرضيعة دي تفضل معاها وبتوافق على اقتراحه ولكن بمجرد ما فيلتا خرج من البيت البيت انفجر وبيكون فيلتا معتقد أن كل اللي في البيت ماتوا لكننا بنشوف أن وقتها المربية قدرت أنها تخرج من البيت مع الطفل الرضيعة بنرجع تاني بالأحداث للوقت الحالي وبنشوف المربية وهي بتتكلم مع نفسها وبتتمنى أنها كانت قدرت تحتفظ بالطفل معاها علشان يتربى مع أخته وفي تاني يوم بنشوف بيتر وهو بيحاول ينجح في التحدي التاني بيظهر وهو واقف على مكان عالي وبيكون كل أهل المدينة بيشوفوه خايفين عليه طبعا ولكن فجأة بيرمي نفسه في الهوى وبيفتح برشوت وبيفضل طاير بي وبيسقف له كل أهل المدينة حتى أدل والمربية بتاعتها وبينبهر الملك من نجاح بيتر في التحدي طبعا وبيبص الملك على زعيمة المدينة وبيلاقيها مكشرة بيقول لبيتر أن مهمته التالتة أنه يضحك الزعيمة لأنها عمرها ما دحكت قبل كده بيروح بيتر يتطمن على الفيل وهناك بيلاقي أدل هي كمان جاية تشوفه من قريب ما بيكونش حد منهم عارف أن التاني يبقى أخوة لحاجة وبتيجي بعدها المربية علشان تاخد أدل علشان يمشوا من المكان لكنها هي كمان مش بتقدر أنها تتعرف على أدل بيرجع بيتر للبيت وهناك بيلاقي فيلتا وهو بيعتزل وبيقول له أنه فعلا ممكن تكون أخته لسه عيشة بيحكي له بقى كل اللي حصل في الليلة دي وأنه هو ما قدرش ياخد أخته كمان معاه ولكن بيتر بيقول له أنه هو اللي رباه وكبره ومش هيقدر ينسى كده بنروح للساحر اللي تسجن بعد ما وقع الفيل على المسرح وكمان بنشوف الست اللي رجلها تكسرت لأنها كانت بتزوره كل يوم مش عشان يعني حاجة كويسة لا دي بتيجي كل يوم تشتمه وتمشي ولكن الساحر بيفضل يأكد لها أنه ما كانش يقصد أبدا هو مين يعني ممكن يجيب فيل ولا هو فاهم الموضوع أصلا حصل إزاي وأنه كل اللي فكر فيه أنه يجيب تعويزة يبهر بيها الجمهور بنروح لبيتر اللي بيفضل يتدرب على النكة اللي هيقولها للزعيمة علشان يقدر يدحكها وبيروح بعدها للفيل وبيقول له أنه عنده مهمة صعبة وأنه لازم ينجح فيها علشان يقدر يوصل لأخته بينام بيتر جنب الفيل وبيدخل بيتر بعد كده في حلم الفيل وبيشوفه وهو بيلعب مع العيلة بتاعته وساعتها بيفهم بيتر أن الفيل هو كمان بيحلم أنه هو يرجع لعيلته ويعيش معاهم بيصحى بيتر من النوم وبيبدأ التحدي التالت وبيقول بيتر النكة اللي هو كان محضرها وفي البداية ما فيش أي حد بيضحك ولكن بتحس الزعيمة أن بيتر كده شكل وحش وبتقرر أنها تساعد بيتر أنه هو يفوز بالتحدي وساعتها بتفضل تضحك بصوت عالي ولكن الملك بيقول لبيتر أن الدحك المصطنع مش هيخليه يكسب التحدي لأنه لازم يضحك الزعيمة من قلبها بيقول بيتر أنه ما بقاش عاوز يكسب التحديات خلاص وأن كل اللي هو عايزه أنه يرجع الفيل لأهله لأنه زي ما هو بيدور على أخته وبيحلم أنه هو يوصل لها فأكيد الفيل هو كمان بيحلم أنه هو يرجع لأهله مرة تانية بيقول الملك أن الفيل خلاص بقى من حقه وبيطلب من الحراس أنهما يجموا على الفيل ويخدوا معاهم ولكن فجأة بتظهر السحرة وبتوقف الزمن وبتقول أن التفاصيل الصغيرة هي اللي هترسم نهاية القصة وبتمسك قطة صغيرة كده بترش عليها بودر وكان لونه أبيض وبتمشي بالوقت مرة تانية ساعتها بيشم الفيل البودرة الموجودة على القطة وبيعطة سعادسة قوية جدا بتغرق الملك بتفضل الزعيمة تضحك من قلبها وساعتها بيقول الملك لبيتر أنه كسب التحدي التالت وبيطلب منهم بيتر أنهما يجيبوا الساحر اللي جاب الفيل لأنه هو الوحيد اللي هيقدر يرجعه لمكانه وفعلا بيجي الساحر وبيأكد لهم أنه مش فاهم هو إزاي جابه علشان يرجعه ولكن بيتر بيقوله أنه واثق أنه يقدر يعملها وهيرجع الفيل لأهله مرة تانية بيقرر الساحر فعلا أنه هو يحاول وبيفضل يقول التعويزة لحد فعلا ما بيختفي الفيل من المكان وساعتها بنشوف الشمس وهي بتنور كل مكان في المدينة وتيجي قدل وبتتكلم مع بيتر وبتقوله أنها مبسوطة أن الفيل رجع مرة تانية لأهلته بتيجي المربية وبتوقف معاهم ولكنها ما بيكونش عارفة أن ده بيتر لحد ما بيجي فيلتا وبتعرفه المربية وبتقوله أنها فاكرة أن الجندي اللي أخب منها الطفل الصغير وساعتها بيعرف بيتر أن أدل تبقى أخته وبيحضنها وبيوعدها أنه مش هيبعد عنها مرة تانية وفعلا بنشوف المدينة وهي عايشة في سعادة مرة تانية وبنشوف فيلتا مع بيتر وأدل والمربية وهما مع بعض في بيت ليو أما الفيل فرجع لأيلته مرة تانية وعاش في سعادة هو كمان وبس كده لحد هنا بتنتهي الحلقة بتاعتنا والفيلم بتاعنا نتمنى للتين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتير جديدة والسلام